محمد شرقي ربما كانت هناك مؤخذات كثيرة عندما نتحدث عن الجالية نتحدث عن الجانب المالي والتحولات التي تتم بالمقابل هناك اليوم جالية متعلمة نافذة نرى أبناء الجاليات في ملاعب كرة القدم كلاعبين مشهورين نراهم في البنوك نراهم وأثبتت ذلك جائحة كورونا في القطاع الطبي كيف نستفيد من مؤهلات الجالية بصورة أفضل أعتقد أن الجالية اليوم ونسميها مغاربة العالم عندهم ما يسمى الجهة 13 نحن نعرف أن المملكة المغربية فيها 12 جهة وهناك الجهة 13 والجهة 13 هي مجموعة المواطنين المغاربة الذين يقيمون في الخارج الهدف من هذه الفكرة لجهة 13 هي تسهيل الإجراءات الإدارية والاقتصادية والبالية والتجارية والتعليمية ولكن أساساً يربط وحد العلاقة مع الجامعات ومع كما قلتوا الرياضيين والفنانين والباحثين والعلماء والخبراء في العالم لأن اليوم المغرب الحمد لله يعني نصف مليون مغربي عندهم بين خمس يعني باك بلسانك وبين دكتورة يعني اليوم في العالم عندنا تقريباً واحد 12 ألف من الأطباء في جميع مناطق العالم وعندنا عشرات اللي نقولوا ديال الألف ديال التقنيين في جميع المجالات يعني في الهندسة في صناعة الطائرات في صناعة الأقمر الصناعية حتى في صناعة تكنولوجية الفضاء يعني شفناها فبتأوا المغرباء يعني ساهموا في الوصول يعني إلى المريخ يعني هذا فقط للتذكير في الثاني يعني هذه الجالية اليوم هي كما تصدرته هي ماشي الجالية اللي كانت في 60ات طبعاً جالية الأولى كانت نسميها العمال المغربة في الخارج ثم الجيل الثاني هو الجيل اللي يوصل لواحد المستوى المتوسط من تواجده داخل دول المهجر ولكن الجيل الثالث والجيل الرابع الجيل الثالث اللي نشفناه إلا وزراء إلا وبرلمانيين إلا وناس يصنعون القرار داخل دولهم ونشفناها يعني في داخل يعني الحكومات الأوروبية لأنه 90% من الجالية المغربية من المغربة العالمية يعيشون في الديار الأوروبية طبعاً ما هو مطلوب الآن كما تفضل الأستاذ وهو أنه الحكومات يعني المتعاقبة هي أخصدف عن يعني هذه الإجراءات اللي هي إجراءات قانونية ودستورية وتسريعية من جهة ويعني المبادرات التي تتجي من جيلية الملك لتفعيل وتسريع يعني هذا النوع ديال الأليات حتى يكون هناك استفادة مزدوجة أولاً مغرب اليوم في حاجة إلى كل أبنائه وبناته ونحن رأينا في تحديد ديال كوفيد يعني كل شعوب العالم استنجدت بعلمائها وبخبرائها والشيء الثاني وهو أن نغيب ذلك الصورة النمطية لعند بعض الناس وعند حتى الإدارة للأسف وأنه المهاجرين وما ذلك الناس اللي كانوا تيجي واحد الوقت وتيجي والعقار وتيجي بالسيارة مملؤة بالهدايا وتحت واحد الفائد مالي في البنك أعتقد أن هذه الصورة النمطية سنزولها الشيء الثالث أتمنى أن الإدارة مع مغربة العالم تكون إدارة غير ورقية يعني التكنولوجيا 100% وهذا سيسهل علينا واحد المجموعة هذه الإجراءات ما تبقاش الورق وهذا ما نسوي شيء واحد مسألة هو أنه مغربة العالم ينتمون ويعيشون في دول متقدمة اقتصادياً واجتماعياً وتكنولوجياً وبالتالي علينا أن نواكب أنا تنتكلم عن الجيل الثالث والجيل الرابع علينا أن نواكب هذه الأجيال بالتالي يعني باش تشعر على أنه ما كنش هناك في ورق وبالتالي هذا سيشجع أنه تجي تستمر تجي تعيش يكون هناك روابط أكتر وبالتالي تكون هناك استفادة أكتر من هذا الفكرة ديال يعني ما اسمع الجهة 13 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر